نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي المنالين طيب عندنا في الجزئية الثانية بالنسبة للقوانين عندنا رمز الكيور رمز الكيور هو كمية الحرارة خلاص سواء مكتساب أو فقدان طيب لما اجيب احسب كمية الحرارة لجسم عندنا نوعين عندنا اتش في اتش اف وعندنا اتش في اتش اف هذي حبك تصهير صل اما اتش في هذي تبخير السائل وهي عبارة عن كتلة المادة مضروبة في الحرارة الكامنة الكامنة لتصهير هذه المادة يعني مثلا اقول لك حديد اذا اجيب كتلة حديد 10 كيلو جرام اضربه فيه تحوله من صلد الى سائل مثلا درجة حرارة 300 جول فالتصهير السائل خلاص اصبح سائل حاجة يقول 10 مضروبة فيه الحالة اللي تخليه من سائل ينصل طبعا الجول يختلف نفترض له مثلا 200 زي ما هو عندنا في الجليد شوف الحرارة الكاملة اللي انسهار الجليد هو 3.3 لكن لما يصبح السائل فانه من السهولة التحول الى غاز هو 2.26 الانسهار غالبا يكون او احيانا يكون اصعب من التبخر لان الجزئات بتكون متقاربة جدا انما في السائل بتكون ايام متباعدة فيكون الحرارة شيء القليل يسوي فرق كبير بينما شيء كثير يسوي فرق قليل ترجمة نانسي قنقر